أما بالنسبة للضغط الأمريكي على الصين أو على الدول الأخرى أنا في تصوري لن يجدي نفعل لأن اليوم التردد الأمريكي وخلق الأزمات خاصة في منطقة الشرق الأوسط اليوم مفتاح في هذه الأزمات كما ترون رح يكون في الشرق الأوسط رضا من رضا وأبا من أبا كيف سيكون ذلك دكتور؟ لأن الأموال تركزت لدينا اليوم نحن مصدرين البترول نحن ملوك البترول ونحن التي سوف تتكون هذه الثروات من هذه الأزمات التي لسا فيها طرف وتعاوننا على المستوى الدولي في قضية حل هذه الأزمات ولكن تتركز الأموال لدينا تقصدنا منطقة الخليج منطقة الخليج طبعا نعم نحن اليوم في منطقة الخليج البترول والسعار البترول بهذه القيم سوف تشكل فوائض مالية رهيبة في منطقة دول الخليج في شكل عام أمريكا أخطأت الحسابات في الفترة السابقة أصبح المنطقة الخليج التي تعتبر تعتبر الولايات المتحدة حليف استراتيجي اليوم هي أخذت خطوة إلى الخلف في هذه المشكلات لا نقول أنها اندفعت في حضن الاتحاد الروسي ولكن هي أصبحت تبحث عن مصالحها لأن الحكومات الأمريكية في السنوات السابقة لم ترد التحية بمثلها خاصة في منطقة الخليج نحن نعتبر الولايات المتحدة الأمريكية حليف استراتيجي لكن في المقابل منذ الربيع العربي إلى اليوم ونحن نعاني من السياسات الأمريكية تجاه المنطقة لذا فالدول الخليج ليسوا متعجلين على وضع أنفسهم والارتماء في الأحضان الأمريكية مرة أخرى ودفع هذا الثمن ثمن هذا الارتمام ويدل على ذلك زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية في وقت سابق ورجع بخف حنين ليش؟ لأن اليوم الدول الخليج لها أجندة لدينا مشكلات في المنطقة الشرق الأوسط يحتاج تحتاج إلى تضافر جهود دولية لحل هذه المشكلات الأثنية المخلوقة بسبب التدخلات الدولية وليست بسببنا نحن